أهلا بكم سنة 5 في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنحل إن شاء الله مع بعض تدريبات من امتحانات المحافظات على الدرس الثالث مظاهر سطح بلدي الفصل الدراس الأول تابعوني على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة رقم واحد رواسب تشكلت بفعل التعرية المائية وتكونت عند مصب النهر هي أقوله إيه؟ أقوله الدلتا السؤال رقم اتنين بعض المنخفضات مأهولة بالسكان بسبب وجود طبعا هناك منخفضات مأهولة وخاصة فيه طبعا الصحراء الغربية زي منخفض القطارة مثلا ده مأهولة بالسكان بسبب إيه؟ أقوله بسبب وجود المياه الجوفية العزبة السؤال رقم تلاتة يتميز الجزء الجنوبي من سيناء بوجود الجبال احنا عارفين طبعا الجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء موجود في جبل سانت كاترين وكمان جبل موسى السؤال رقم أربعة ينبع نهر النيل من بحيرة فيكتوريا السؤال الثاني أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد تبدو الدلتا على شكل مستطيل أقوله العبارة خطأ ليه؟ لأن الدلتا تبدو أو تظهر على شكل مسلس السؤال رقم اتنين يتميز منخفض الفيون بوصول مياه نهر النيل إليه عن طريق ترعد الإسماعيلية طبعا ترعة الإسماعيلية خطأ يبقى إذن العبارة كلها خطأ يبقى إذن يتميز منخفض الفيون بوصول مياه نهر النيل إليه عن طريق ترعد بحر يوسف وليس ترعة الإسماعيلية يبقى العبارة يا حبيبي العبارة خطأ أسأل رقم 3 تتميز الصحراء الغربية عن الصحراء الشرقية بانتشار المنخفضات إحنا من شوية قلنا أن المنخفضات موجودة في الصحراء الغربية يبقى إذن العبارة صحيحة أسأل رقم 3 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوصية رقم 1 تبدو قدلت على شكل مربع مسلس مستطيل دائرة أقوله طبعا على شكل إيه؟ على شكل مسلس قدلت على شكل مسلس قاعدته على ساحل البحر المتوسط ورأسه شمال القاهرة أسأل رقم 2 يتميز سطح الصحراء الشرقية بوجود هضبة الت العبابدة مارمريكا العجمة أقوله هضبة العبابدة أسأل رقم 3 يمكن استثمار الأودياء الجافة لمواجهة كارثة الأعصير البراكين السيول الزلازل أقوله إيه؟ أقوله السيول أسأل رقم 4 أكتب ما تدل عليه العبارات الآتية زي المصطلح العلمي أو المصطلح الجغرافي رقم 1 رواسف فيضية تكونت عندما صب النيل وتتخذ شكل مسلس أقوله على طول إيه؟ الدلتاب ومجرد ما أسمع تتخذ شكل مسلس ورواصف فيضية أقوله إيه؟ أقوله الدلتاب رقم 2 مجار مائية كانت تملؤها المياه قديما ثم جفت دي على طول اسمها الأودية الجافة السؤال رقم 5 ما النتائج المترتب على؟ رقم 1 حدوث حركات انكسارية في الصحراء الشرقية إيه نتيجة إن حصلت حركات انكسارية في الصحراء الشرقية؟ أقوله إيه؟ أقوله هذه الحركات أدت إلى تكوين سلاسل جبال البحر الأحمر السؤال رقم 2 وجود المياه الجوفية بالواحات إيه النتيجة؟ أقوله طبعا إيه؟ قيام حرفة إيه؟ الزراعة وأصبحت الواحات مأهولة بالسكان يعني فيها سكان كتير السؤال رقم 6 فسر قيام الزراعة في منخفض الفيوم إيه سبب قيام الزراعة في منخفض الفيوم؟ أقوله طبعا بسبب وصول مياه نهر النيل إلى منخفض الفيوم عن طريق طرع البحر يوسف السؤال رقم 2 فسر يعني بما تفسر يعني أذكر السبب يعني لماذا يعني بإيه؟ أهمية الأودية الجافة أقوله إيه؟ تستخدم الأودية الجافة لمجارم مائية عند حدوث السيول يعني تستخدم كمجرم مائي عند حدوث السيول وكمان تستصمر الأودية الجافة في إنشاء الطرق السؤال رقم 7 صنف المظاهر التدرسية التالية تبعا للوحدة التدرسية التي تنتمي إليها واد العريش طبعا معروف إن واد العريش ده موجود فين؟ موجود في شبه جزيرة سيناء فرع دمياط موجود في الدلتة هضبة العباب ده موجود في الصحراء الشرقية هضبة الجلف الكبير موجود في الصحراء الغربية بكده حباب قلبي ننتهي من حل تدريبات من امتحانات المحفظات على الدرسة الثالث مظاهر سطح بقالة دي بادعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد